اهلا بكم في درس جديد من دروسنا. النهاردة هنتكلم عن ازاي ممكن تعمل او نعمل نفس شكله جميل ومميز باستخدام باوربينت 2016. طبعا باوربينت احد برامج الافيس وموجود تقريبا في كل الاجازة. هنتعلم النهاردة نعمل تلات تأثيرات مختلفة على النص. هما نص المتدرج الالوان. والنص اللي بيكون جواه صورة. والنص اللي بيكون دخل نمط او شكل متكرر. اول حاجة بفتح الباوربوينت. سلايد آآ فاضي. بفضي خالص. باجي بعمل باختار بارسم كده وبكتب جواه مسلا ساي تيكست. افكت. كبر الفونت شوية خليه مسلا كده. تمام? دلوقتي انا لو حبيت اعمل اي تأثير على النص ده. انا ما ارى حضراتكم دلوقتي. هنشوف التأثير هيجي فيه. اول حاجة هقوله ان انا عايز صولد فيل واختار مسلا ان اللون اللي هو هيكون لونه بالمنظر ده. طبعا حالكم شايفين ان اللون جيه في خلفية التكست. مش جوا التكست نفسه. طب لو قلنا ان انا عايز اعمله نفس الفكرة. الجريديان بيجي في الخلفية نفس الفكرة بتيجي في الخلفية. طب اعمل ايه? علشان ادخل الشكل ده جوا التكست هو ده اللي هنعرفه النهاردة. دلوقتي انا هرجع كل حاجة زي ما كانت. هخلي التكست آآ فاضي. خلفها بتاعته فاضية. هاجي هعمل هختار وهو المستقيل. هاجي مسلا هاقف بالشيب كده. زي ما حالكم شايفين كده. لازم الشيب يكون مغطي التكست. آآ خلينا مسلا نجرب ان انا لو الشيب مش مغطي التكست كله. هاخد مسلا غاية هنا. وهاجي هاقف بالكنترول. وهاقف على التكست نفسه. يبقى انا باخد نفسه وبقف باخد آآ بالكنترول وبغضغط برضو على التكست. هاجي مسلا هاختار من القائمة بتاعة فورمات. هاختار انترسيكت زي ما حالكم شايفين. لقينا فعلا ان نفسه دخل جوه التكست زي ما حالكم شايفين كده لكن في جزء نقص من التكست. ليه حصل كده? لان ما كانش مغطي التكست كله. عشان كده انا هعمل اندو تاني. وهاجي على التكست نفسه وهخليه مغطي هاجي على الشيب اسف وهخليه مغطي التكست كله. زي ما حالكم شايفين كده. هاجي تاني اعمل كنترول. وهقف على التكست ويتوقف على التنين مع بعض. برضو من قائمة فورمات وهاجي اعمل هنلاقي ان الشيب نفسه دخل جوه التكست زي ما حالكم شايفين. طيب. ده لو لو هحط لون بقى اختار انا اي لون بعد كده خلاص هو كده التكست اخد شكل اخد خصائص نفس الخصائص بتاعة الشيب وابتدى يتحرك معايا كده آآ اللون بقى جوة التكست. طيب خلينا مسلا لو حبيتنا انا اعمله جريديانت زي ما حالكم شايفين كده. ابتدى اقبر شوية عشان صوراتي بقى واضحة. كده التكست بقى مكتوب بالآآ بقى متلون بقى الوان متدرجة زي ما حالكم شايفين ممكن مسلا نشيل اللون ده عشان يبقى واضح وندخل ده كده. فزي ما حالكم شايفين كده ابتدى اللون آآ يبقى متدرج جوه التكست. طيب ممكن اعمل ايه تاني? ممكن ان انا اضيف حبيتنا انا اضيف مسلا جوا صورة بايجي على آآ آآ او وبختار مسلا اي صورة انا عايزها من من فايل. مسلا انا بختار الصورة دي. بقول له انسيرت بنلاقي ان الصورة دخلت جوه التكست زي ما حالكم شايفين. طيب الشكل التالت اللي هو باترن. وده ممكن احط جوه التكست اي باترن زي ما حالكم شايفين كده بقدر ان انا احطه جوه التكست نفسه. وكده يكون انتهى شرح النهاردة اتمنى لو سفدت معانا انك تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة عشان يوصلك كل الفيديوهات وتفعل الجرس. واكتب اينا في التعليقات لو عندك اي اسئلة واحنا هنساعدك. وشكرا.